اشتركوا في القناة خلال ظروف الحرب القاسية سواء في العراق سواء في سوريا سواء في فلسطين او في اماكن اخرى اللي فعلا فقدوا احباء او اختطفت حد قريب عليكم وانه مش عم بتشعروا في الاحساس العيد بتحسوا في مرارة في هذا العيد متل ما ذكرت اختي كريستين في رجاء يوجد رجاء فانا بس بحب اشجع كل يوم مسك في الرب خلي عنيك على الرب والرب يساعدك في هذه الظروف اخت كريستين انا كنت في العراق كنت في سوريا وطبعا الكلام على التيفي مش سهل لما انت بتواجه ام مثلا فقدت كل عيلتها في صاروخ او فقدت اولادها او في مختطف في بيتها او عم يعني كانت بعزه بكرامة وبيت وشغل وامكانيات وفجأة عم يعني بتنتظر المساعدة والمعونات يعني احساس صعب جدا شو رسالتك لهذا النوع من الامهات تالي اول حاجة قادر اقول لها انه القاب يعلم مرض كتير كل اللي بنبقى محتاجينه ان الكبير اوي 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 يبقى عارف ان الكبير اوي اوي يبقى شايف وحاسس ومقدر ومتعاطف معايا لانه الاغلب انه في الظروف حضرت اقولت عليها دي اللي حوالي يبقى اش فاهمين ولو فاهمين مش قادرين يعمله والعين بصيرة واليد قصيرة لكن ان القاب يعلم دي حاجة كبيرة اوي بتدخلني في عمق جديد في علاقة مع الله من زاوية مختلفة انه هو شايف حاسس مقدر شايل الشيء اللي معايا وبيبعت نوع من التعزية مقدرش ان احنا نتكلم عنه في كلمات لانه هو له طبع خاص هذه التعزية ليها طبع خاص بتدخل لأعمق القلب ومحدش يقدر يتكلم عليها غير الانسان المجرب فانا عايز افتدي اقول لها الاب يعلم الله عارف الله شايف الله حاسس وكمان هتجرأ واقول يمكن يبقى صعب عليها ان الله حاسب بها حاسبها يمكن الكلام دي بقى صعب هو مش ما كانش نفسه كل ده يحصل ومش في ارادته انه كل ده يحصل لكن الشر توغل في عالمنا لكن الله حاسبها مش هيخليك يتعدي في حاجة اكتر من اللي انت تقدر عليها وعشان كده ده دليل انك انت انسانة بطلة شجاع كبيرة عظيمة وهيطلع ربنا من الصعب اللي انت دخلت في ده باركة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر